اشتركوا في القناة فانا ان شاء الله هنشرحها مع بعض خطوة بخطوة زي ما عودتكم اتمنى بس ان انتوا تكملوا معي الفيديو لو عجبكم ياريت تعملوا لايك ولسه مش شاركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد اتمنى مزيدنا الدعم علشان تشجعوني دايما انازل الفيديوهات شايفين الجمال غرزة حلوة قوية هتنفعكم لاي عمل شايفين بتبقى شكلها عامل ازاي بتبقى عبارة عن قلوب متدخلة مع بعض بيبقى في عندي في اليمين وشمال القلوب بيبقى خطين زي من شايفين كده دي بتبقى عبارة عن غرزة عيدل من لفة الخلفين كل ده طبعا هنشرحه مع بعض خطوة بخطوة نتفرج بس على الغرزة الاول من الامام وكمان نشوف شكلها من الخلف وبعد كده هنتكلم ونقول هنبدأ على قد ايه هنبدأ على مضاعفات العدد 18 زي التلاتة وضاعف العدد 18 زي ما انا عايزة وفي الاخر بزود 3 غرز في عندي غرزة في الاول وفي الاخر دولا بيبقوا غرز الحفة طيب بالنسبة لعدد السطور بيبقوا 8 سطور بيتقرروا من السطر الاول للسطر الاخير يلا بسرعة نبدأ فيه الشرح زي ما عودتكم خطوة بخطوة اتمنى ان تكملوا معايا الفيديو بسم الله مع بعض هنبدأ فيه عمل السطر الاول وهو سطر امامي هكرر 18 غرزة بيبقى فيه عندي غرزة في الاول واثنين في الاخر بشتغلهم مرة واحدة بس هنبدأ بغرزة حفة ودي خارجي عن نموذج العينة وبننهي برضو بغرزة حفة الغرزة الاولى دي غرزة حفة بنقيلها من غير ما نشتغلها من اول هنا غرز العينة ودايما وفي كل سطر امامي اول غرزة باشتغلها بالغرزة المقلوب وباشتغلها مرة واحدة ومش داخلة معايا فيه التكرار يبقى الغرزة دي مش داخلة معايا في التكرار باجي بقرر من بعديها كام غرزة؟ 18 غرزة نراكز ونشوف طريقتهم هنبدأ دايما برضو في السطور الامامية الغرزة الاولى باشتغلها غرزة عيدل من لفة الخلفية ناخد بالنا اني انا مش هدخل الابرة من اللفة الامامية انا هاجي ودخل الابرة في اللفة الخلفية واشتغلها غرزة عيدل من اللفة الخلفية ده ثابت عندي في كل السطور الامامية طيب بعد كده هاجي اعمل ايه؟ هاجي واشتغل غرزة واحدة مقلوب اتنين عدل معاً غرزة واحدة عدل لفة وغرزة عدل اتنين عدل معاً غرزة عدل لفة وغرزة عدل لفة وغرزة عدل الغرزة دي هاجي نقلها من غير ما اشتغلها على الابرق اليمين وبعد كده هاجي واشتغل اللي بعديها غرزة عدل هنقفل الغرزة اللي احنا نقلناها على الغرزة العدل هشتغل بعد كده غرزة واحدة عدل لفة وغرزة عدل ومرة تانية هننقل برضو غرزة على الابرق اليمين واشتغل اللي بعديها غرزة عدل وهنقفل الغرزة اللي احنا نقلناها على الغرزة العدل فاضل غرزة واحدة بس من الثمنتاشر غرزة هشتغلها غرزة مقلوب خلاص كده انا خلصت الثمنتاشر غرزة هم دولا بس اللي انا بكررهم بنفس طريقتهم من الاول للاخر لغاية ما يتبقى عندي كام غرزة من غرز العينة غرزتين بس نشوف طريقتهم برضو هيبقوا سبتين عندي في السطور الامامية الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية والغرزة التانية هشتغلها غرزة مقلوب كده خلاص احنا خلصنا كل غرز العينة هنيجي نختم السطر بغرزة حفظ هنبدأ دلوقتي فيه السطر التاني هو السطر خلفي وناخد بالنا كويس قوي من طريقته السطر التاني والسطر الرابع هيكون بنفس الطريقة هنبدأ الغرزة الاولى دي غرزة حفظة من غير ما نشتغلها من اول هنا هشتغل غرزتين بس ومش هكررهم هشتغل الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عدل والغرزة التانية هاجي واشتغلها غرزة مقلوب بس من اللفة الخلفية ناخد بالنا كويس قوي من الطريقة دي اللفة الامامية لا انا مش عايزاها انا عايزة اللفة الخلفية شايفين اللفة دي هي دي لانا هدخل فيها الابرة ناخد بالنا من الطريقة كويس احنا بنشتغل غرزة مقلوب من اللفة الخلفية على فكرة الغرزتين دولم سبتين دايما معايا في كل السطور الخلفية دولم انا مش هكررهم تاني ان هبدأ من بعديهم اكرر في 18 غرزة هنشتغلهم ازاي هاجي واشتغل غرزة واحدة عدل بعد كده هشتغل 15 غرزة مقلوب هشتغل غرزة واحدة عدل والغرزة الاخيرة من 18 غرزة هشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية ناخد بالنا كويس ونركز احنا بندخل الابرة ازاي كده خلاص 18 غرزة خلصوا هم دولم بس اللي بيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس من غرز العينة والغرزة دي برضو سبتة في السطور الخلفية بشتغلها غرزة عدل هنختم السطر بعد كده بغرزة حفة هنشتغل دلوقتي السطر التالت وهو سطر امامي هنبدأ بغرزة حفة وهنبدأ بغرزة واحدة من غرز العينة ودي سبتة بنشتغلها غرزة مقلوب في السطور الامامية طيب دي قلنا مش هنقررها تاني هنقرر من بعدها كم غرزة 18 غرزة الغرزة الاولى برضو سبتة عندي بشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية غرزة واحدة مقلوب لفة شايفين انا اللفة بعملها كده وبعد كده بنيجي ننقل غرزة وبشتغل اللي بعديها غرزة عدل وهنقفل الغرزة اللي احنا نقلناها على الغرزة العدل هشتغل غرزة واحدة بس عدل وهشتغل اتنين عدل معا هعمل غرزة واحدة عدل لفة وتلات غرز عدل لفة غرزة واحدة عدل هنقل الغرزة دي من غير ما اشتغلها واشتغل اللي بعديها غرزة عدل وبعد كده هنقفل الغرزة اللي احنا نقلناها على الغرزة العدل غرزة واحدة عدل اتنين بس من غرز العينة وبرضو دولة مسبتين في السطور الامامية بشتغلهم ازاي؟ الغرزة الاولى بشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية وبعد كده بشتغل غرزة مقلوب ويبقى كده غرز العينة كلها خلصت هنختم السطر بغرزة حفل السطر الرابع شغله زي شغل السطر التاني هنبدأ بغرزة حفل من اول هنا هشتغل اتنين بس ومش هقررهم تاني الغرزة الاولى غرزة عدل والغرزة التانية هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية يبقى ناخد بالنا من طريقة شغل الغرزة اللي هي مقلوب من اللفة الخلفية طيب دولة مش هتقررهم تاني هاجي من بعديهم من اول هنا 18 غرزة هيتقرروا الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عدل وبعد كده هاجي واشتغل 15 غرزة بالغرزة المقلوب يبقى احنا ماشيين بنشتغل السطر الرابع السطر خلفي زي شغل السطر التاني بالزبط اشتغل غرزة واحدة عدل واخر غرزة في 18 غرزة هشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية كده خلاص احنا خلصنا 18 غرزة هما دولا بس اللي بيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس هشتغلها غرزة عدل وهنختم السطر بغرزة حفة مع بعض هنشتغل في السطر الخامس وهنبدأ بغرزة حفة وهشتغل غرزة واحدة بس ومش هكررها وهشتغلها غرزة مقلوب يبقى الغرزة دي احنا بنشتغلها مرة واحدة من اول هنا هنقرر في 18 غرزة الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية بعد كده هشتغل اتنين مقلوب لفة شايفين الخيط بنعمله كده يبقى كده لفة هشتغل بعد كده ثلاث غرز عدل معا يبقى ثلاثة عدل معا غرزة واحدة عدل لفة خمس غرز عدل لفة وغرزة واحدة عدل هنيجي ننقل غرزة واحدة بس من غير ما نشتغلها على الابرة اليمين وبعد كده هشتغل اتنين عدل معا وهنقفل الغرزة اللي احنا نقلناها على الاتنين عدل معا هنعمل لفة وهشتغل بعد كده اتنين بالغرزة المقلوب هجيب الخيط قدام الشغل وهشتغل اتنين بالغرزة المقلوب خلاص كده انا خلصت 18 غرزة هم دول من لنا بكرارهم فيه الساطر الخامس بنفس الطريقة من الاول للاخر اتبقى عندي اتنين هشتغل الغرزة الاولى غرزة عدل من اللفة الخلفية والغرزة التانية هشتغلها غرزة مقلوب وبعد كده هنختم الساطر بغرزة حفا كده احنا خلصنا ايه غرز العينة الغرزة دي خارجي عن نموذج العينة هنبدأ دلوقتي فيه الساطر السادس ونركز ونشوف طريقته كويس قوي الساطر السادس والساطر التامن زي بعض هنبدأ فيه غرزة حفا هشتغل اتنين بس ومش هكرارهم تاني الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عدل وبعد كده هشتغل غرزة مقلوب من اللفة الخلفية يبقى الغرزتين دولة بنشتغلهم مرة واحدة ومش بنكررهم نتكرر من بعديهم 18 غرزة هشتغل اتنين عدل بعد كده هاجي واشتغل 13 غرزة مقلوب ترجمة نانسي قنقر اتنين عدل والغرزة الاخيرة في 18 غرزة هشتغلها غرزة مقلوب بس من اللفة الخلفية كده خلاص انا خلصت 18 غرزة اللي انا بكررهم بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة من غرز العين هشتغلها ايه هشتغلها غرزة عدل ويبقى كده كل غرز العينة خلصت اتبقى عندي غرزة الحفة هشتغلها غرزة مقلوب السطر السابع ده اخر سطر عندي في السطور الخلفية برضو هكرر 18 غرزة هنبدأ بغرزة حفة هشتغل غرزة واحدة بس وهشتغلها مقلوب ودي مش هقررها تاني بنبدأ بغرزة واحدة وبنشتغلها مرة واحدة التكرار بيبقى من اول هنا 18 غرزة هشتغل الغرزة الاولى غرزة عادل من اللفة الخلفية اتنين بالغرزة المقلوب اتنين عدل معا غرزة واحدة عدل لفة وسبع غرزة عادل لفة وغرزة واحدة عادل الغرزة دي هنقلها من غير ما اشتغلها والشغل اللي بعديها غرزة عادل وهنقفل الغرزة اللي احنا نقلناها على الغرزة العادل هشتغل بعد كده اتنين مقلوب بيبقى كده خلاص خلصنا 18 غرزة هم دولا بس اللي انا بكررهم من الاول للاخر وصلنا عند اخر اتنين هشتغل الغرزة الاولى غرزة عادل من اللفة الخلفية والغرزة التانية هشتغلها غرزة مقلوب ويبقى كده كل الغرز العينة خلصت هنخدم السطر بغرزة حفة السطر التامن زي السطر السادس هنبدأ بغرزة حفة ومن اول هنا هيبقى فيه عندي اتنين بس هشتغل غرزة الاولى غرزة عادل والتانية هشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية الغرزتين دولا انا مش اكررهم تاني يبقى دولا باشتغلهم مرة واحدة اتكرار بيجي من بعديهم من اول هنا هشتغل 18 غرزة هيبقى 2 بالغرزة العدل بعد كده 13 غرزة مقلوب ترجمة نانسي قنقر هشتغل اتنين عدل اخر غرزة هشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية كده خلاص احنا خلصنا 18 غرزة هم دولا بس اللي بيتكرروا بنوصل لاخر غرزة باشتغلها غرزة عدل ونخدم السطر بغرزة حفو خلاص كده احنا خلصنا العينة اشتغلنا 8 سطور بيتكرروا من السطر الاول للسطر الاخير اشتغلنا على مضاعفات العدد 18 زي 3 بضاعف العدد 18 زي من عايزة وفي الاخر بتزود 3 ده شكل العينة اللي احنا اشتغلناها سطر بسطر خليني اوريكم اللي احنا شوفناها في بداية الفيديو وانكارن ما بينهم وكمان انا عاملاها بلونين مختلفين عشان يكون الشكل اوضح شايفين دي طبعا اللي احنا شوفناها في بداية الفيديو العينة اللي احنا اشتغلناها هي هي بالزبط لو احنا قررناها هيطلع معايا الشكل اللي انتو شايفينه ده خلاص يبقى احنا اشتغلناها بلونين مختلفين وبخيط اقل شوية سمك علشان تقدروا تحكموا على الغرزة اكتر كده خلاص الفيديو كده خلص اتمنى ان يكون الشرح واضح والفيديو هنا لعجابكم لو عجابكم ياريت تعملوا لايك ولسه ما اشتركش يشاركوا يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بشكر كل من شاهد الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا